رمضان صبحي لجنة الاستماع اعتقد ورمضان اتكلم وده اكيد من اصرار اللجان ايه اللي دار محدش يوصل لك اللي هو انا بسمع كتير في السوشيال ميديا الناس بتتكلم على موضوع رمضان بشكل كبير جدا يعني ايه كل احد يقول لك احسن في الف اللجنة مش عارف ايه واللجنة طلعت ايه هو طلع من المسؤول عن المنشطات قالك اللي في ايقاف لرمضان صبح الفترة القادمة ده اللي قاله تقريبا دكتور حازم خميس او حاجة زي كده ده المسؤول عن لجنة الاستماع لرمضان صبح ايقاف رمضان صبح الفترة القادمة اللي هي يا دكتور علشان لغاية محين يجينا الرد من لجنة اللي موجودة في الاتحاد الافريكي ده اللي هتقول في الاخر رأيها بالنسبة لرمضان طيب ايه المشكلة اللي مقابلة رمضان رمضان مشكلته اللي هو قرار الوقت ايقاف مؤقت لحين اصدار النتيجة او قرار اللجنة طيب هنوصل لايه هنوصل لرمضان ياخد براءة والموضوع يطلع بس انا اعتقد دي مستبعدة عشان هو يقفه مرة مرة تانية اللي احنا فيها دي فرمضان عنده تلات حاجات لقدر الله ممكن يقبلوه اقاف سنة اقاف سنتين اقاف اربع سنين ان شاء الله ما يكونش ياخد اي اقاف من دولة انا ما اقدرش اقول لك تكاهنات او اقدر اقول لك توقعات او اقدر اقول لك معلومة اللي هي معلومة وخلاص عشان ايه نمشي حنة لأ ما عندش انا الكلام ده هو رمضان محطوط في موقف وده انذار للعابة مصر كله انذار للعابة مصر كله وسنة مش عارف الفين واثنشر الفين وتلاتاشر تلعت من خلال وسائل الاعلام قلت يا جماعة لو سمحتوا لازم افي تحليل منشطات في الدوري علشان في لعيبة انا باستغرب عشان كنت اعمل فترة اعداد عشان ارجع العب او ابقى موجود في الفرمة باخد لي شهر بالمات عشان ابقى موجود تا في لعيبة ما بتبقاش عاملت فترة اعداد ومصاب فترة طويلة وينزل عب منشط عادي في حاجة انا بصراحة انا مش في عامل. فطبعا يكون ربنا يوفق الجميع وممكن يكون العلم اختلف والريالة اختلفت وكل حاجة بس فيه ثوابت. اتمنى موقف رمضان صبحي يعد على خير. ما تستهترش بموضوع العينة التحليل. هو باخد منك عينة عشوائية. بيجو قللك يا كابت نفلان تعالى في عين. وبقف قدام الحمام وانت واقف. بس اي ما بتعمل. عملت غلط اعمل. بس اي ما واقف. لكن تحط على العينة بتاعتك. مية دي عملت لك مشكلة. عملت لك مشكلة. بتمنى ان شاء الله بإذن الله رمضان صبح موقوف يعد على خير. ويبقى ان شاء الله ما يعد على خير. يعرف اللي ده كان في خطر. رمضان مش عزين نخسره. رمضان من اللعبة المميزة في الدور المصري. فاد النادي الاهلي. فاد المنتخب الاولمبي. فترة من الفترات. فاد. فاد منتخب مصر. فترة برضو من فترات. ومع برامدز. ماشي بشكل كويس. ان شاء الله بإذن الله. تعد عليها على خير. وانزار للعبة مصر كلها. شوفك على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.